اوكي يا حبايب قول ما بدين مقطع عمالتي غايب ننزل مقطع كلش رهيب خرافي عن كل هواية اشياء يا حبايب وكشف بيها هواية حقائق والمقطع الجاي راح يكون كشف حقائق لهواية يوتيوبر فارتكم تنزلون حاليا وشوفوا المقطع غايث تفجرو يا حبايب وبعد راح تشوفون اشياء كلش نهارية وخرافية فالكل يا حبايب انزلوا على الوصف شوفوا مقطع غايث واشتركوا عنده بسرعة الخبر اولي عدنا علي نوصول احسابه بالانستجرام للثمانمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال ملايين اكثر يا رب وطبعا لتسنوا يا حبايب نتبركوها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي ننتقل حاليا يا حبايب النورمار وتعرضها للتهجم فالنورمار نزل مقطع على التيك توك هذا المقطع كان هو ولانا ديركسون على اغنية معينة ولكن الكومنتات كلها يا حبايب كان ديرهجمون على النورمار ويقولون ان نورمار تغير وانا ما ارجع مثل قبول عمود نرجع نحبك مادر الصراحة ان اكتبه بالكومنتات هل تشوفون هذا الشيء يستحقه او لا ننتظر حاليا القمر الطاي وتهجمها من جديد على ريدر طبعا بعض الاشخاص قالوا ان هي تقصد لانا ونورمار مادر الصراحة بالمختصر يا حبايب ان قمر الطاي نزلت هذا الستوري كتبها يحط حية يعني تقصد شخص انه هو حية طبعا مثل ما تعرفون ان ريدر نزل عليها مقطع وقال انه هي تقصد لانا فيمكن هي تقصد لانا بس باج خاص اللي رح يسألوا عن السبب يا حبايب في النورمار بالمقابلة ويا لانا صار يسألها منه اكثر يوتيوبر انت تكرهيها فيصارت تقول لك واحدة انت تعرفها وصراحة وضعتها قصدها قمر الطاي ولانه يلتقط بها بالسابق وقالت ان هي تكرهها رحطوكم اياه شوفو بنت يوتيوبر انت شفتيا على الواقع بس ما هضمتيا بصراحة حدث هالسؤال لاحظة لحظة مو مهضمتيا كرهتيا خلينا عم مهضمتيا تعالجي بدك تقطلية لا تعالجي جاوبي بصراع لا مودي اجاوبي طيب لا شو انت اقسمتي باللا كنت احكيه مفيني لا انا مبكره حدا هاي حقيقة لا في واحدة عبارتها انت حلفتين بعد انت حلفتين انت حلفتين طيب يلا شو يلا يلا حط ال فكتنا يا حبايب بالكومنتات هتوقع ان هي تقصد لانا اف نشان تقصد مصطفى ريدر ننتقل حاليا يا حبايب المريانة غريب والعملية اللي سوتها نزلت هذا الاستوري كاتبين عنده عملية واضح عنده عملية ولكن ما واضحة المتابعين شنه هي العملية لكن الله شفيها رب ما به الاخير والعافية ودوله يا حبايب بالكومنتات ننتقل حاليا للقمر طي يا حبايب بالمفاجأة الخرافية اللي قاعدة تجهز لنا اياها فلنزل شوية استوريات تكون على العيد ان شاء الله حتكون لكم مفاجأة رهيبة رحطوكم لستورياتي احبايب شوفوها وكتب اللي شن توقعون ما عرفت لش هنانة هي شي صغيرة جبهتي حمرة وانو ما اكو شي يعني لا حبة ولا شي بس ما عفلش صغيرة حمرة انيوي اذا ضبط الشي لبالي فبالعيد اكو سبرايز الجنن 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 يعني ما حد حيتوقعها فان شاء الله اكو سبرايز على الشهار بس يمكن بالعيد هم حقلكم عليها اي والله يعني مليانة سبرايزات ننتقل حاليا بسانتكت يا حبايب والتكتوك ان نزلت انو لما يكون عن حبيبك من فلسطين وبنسبة وقت قاعدة ترقص فاغلب الكومنتاج ان تكتبوها رمضان انو حرم هذا الشي برمضان قاعدة تسويه يعني ما ادري صراحة اكتبها بالكومنتات استحقت تهجوم او لا ننتقل حاليا لانا يا حبايب ونوعا ما اعتراف بحبها النورمار فيا حبايب اغلب الاشخاص اللي شافوا المقابلة مع النورمار شافوا ان اشقد هي فرحات بنقال انهم ممرتبط وبنسبة وقت يا حبايب صار تشر صورة على حسابها بالانستجرام وتدعمها ما ادري الصراحة اكتبو الكومنتات وتقول ان هي فلن تحبه او لا ومو بتجي يا حبايب حتى النورمار نشر صورة لانا وكان حاط عليها شوية نار اموجيناري يعني فما ادري الصراحة واضح انه علاقة التقوى بيناتهم ننتقل يا حبايب حاليا للخبر الاخير وشوية صادم هذا الخبر هو انتشرت اشاع انه اساس نورمار كان متزوج قمر وعدهم اولاد بسبب انتشار هذه الصورة يا حبايب انه اساس قمر الطاي عندها ولد ولكن يا حبايب هذه الصورة نشرتها في فانس القمر الطاي عندها تقريبا 30 ألف هي صورة فوتوشوب محقيقية هذه الصورة اصلية يا حبايب ولكن سوى فوتوشوب عساس صارت قمر الطاي فالنشاع كلها تشده بي يا حبايب وبناء يا حبايب اصلا قمر عمر 16 سنة فشلون اصلا لاحقيت انه يتخلف ولد عليكم ان يا حبايب كتبوا الخبر شوية رأيكم بالكومنتات احبكم وبس مع السلامة